مع بداية سنة 2022 بعض الشركات اطلقت فلاقشيب مباشرة هدول الشركات اللي اطلقت بعض الاجهزة انا بدي احكي عنهم لسه ما وصلونا ولكن بدي احكيكم عن بعض المواصفات ممكن تتحمسوا لتشوفوا هاي الاجهزة فخليكم مركزين معي لو سمحتوا السلام عليكم اصدقائي انا السزار وبرحب فيكم في قناة السزار ريفيوز احلا وسهلا بالجميع بعض الشركات واليوم بدي احكي عن شركتين على اغلب بدي احكي عن ريلمي و بدي احكي عن الاي كيو دابل او نزلوا كل واحدة فيه منزلت جهازين كثير بيشبهوا بعض من ناحية المواصفات وعندهم مواصفات حلوة واسعارهم يعني ممكن تعجبكم فخليوني احكيكم عن الاجهزة اللي نزلوها اللي عن جد عندها مواصفات امرتبة هيا بنا رح ابلش مع الاي كيو دابل او شركة بتعرفوها هي تابعة لمين لفيفو نزلت جهازين الاي كيو دابل او ناين والاي كيو دابل او ناين برو نشوفوا المواصفات نحكي عن النسخة العادية بسموها الفانيلا هاي النسخة عندها شاشة فل اتش دي اموليد ابتداء مية وعشرين هرتز بس عندها سطوع الف وخمسمائة نتس سطوع عالي اخوان وما في كيرفز ما في انحناء في الشاشة وبالنسبة للكاميرات عندها كاميرا اساسية خمسين ميجا بيكسل عليها حساس من سامسونج اللي هو الايزو سيل الجن فايف الجنيريشن خامس اعتقد هذا محمس برضو شوي نوعا ما واحد على واحد فاصل سبعة خمسين بالمية انش ويدعم الاوبتيكال ايميج استيبلايزيشن كمان وعنده كاميرا لزوم بتعمل اثنين اكس زوم وكاميرا عريضة او ألترا وايد بزاوية عرض مية وعشرين درجة وبالنسبة للمعالج رح توقود سناب دراجون ثمانية جن واحد اخر معالج والسعارات التخزينية ستكون ميتين و ستو خمسين بتبلش هيك وثمانية جيجا بايت رام يو اف اس ثلاثة فاصلة واحد اما البطارية اربعة الاف وسبعمائة ميلي امبير مع الشحن سريع مية وعشرين واط رقم صراح حلو ساعتاشر دقيقة بتكون البطارية فول والسعر رح يبدأ بستمية وثلاثين دولار في الصين انا عارف حتقول لي اي اي سعر كبير سالة جديدة معالجة جديد اسعار جديدة اما النسخة البرو مبدئيا الشاشة ستكون كيو اتش دي مش فول اتش دي ستكون مية وعشرين هرتز ولكن التي بي او النسخة الثانية او الجيل الجديد ستغير رفريش ريت من واحد الى مية وعشرين تخيلوا عنده نفس الكاميرا الاساسية 50 ميجا بيكسل ولكن عنده الكاميرا العريضة عندها زاوية عرض مية وخمسين درجة وعنده كاميرا زوم 16 ميجا بيكسل بتعمل ثنين ونص اكس زوم ونفس البطارية 4700 مع شحن سريع 120 واط بس فيه دعم للشحن لسلكي 50 واط والسعر رح يبلش 780 دولار فيه فرق كويس بالسعر بس انتب يعني الشاشة فيها كيرفز فهي حلوة افخم الجهاز افخم شوي وبرضه مواصفات الشاشة افضل فشو رأيك بالجهازين اما الهاتف الثاني من الشركة ثانية اللي هي الريلمي نزلت الريلمي الجي تي تو والريلمي جي تي تو برو شو الفرقات اللي بينهم تعال شوف اول اشي الجهازين مصنوعين هالمرة هاي من بوليبر بلاستيك اقرب للورق اول مرة حيتم استخدامه في تليفون وهذا من وراء المصمم الياباني ناوتو فوكو السادة فوك السادة فوك السادة اسمه له علاقة بالاردن الفكرة انه هذا التصميم رح يخفف استهلاك او انبعاث السي او اطول هولستاني اكسي دي كربون اما شاشة البرو عنده شاشة 6.7 انش ولكنها هي اموليد لكن تدعم الرفرشريت المتغير فهي التي بي او الجيل الثاني برضو تدعم 120 هرتز فمن واحد الى 120 تقدر تتغير وهي ايضا كيو اتش دي مش فول اتش دي ايضا عنده موضوع تتش سامبلينج لما بتلمس الشاشة رافعينه بالعادة كنا نشوف لما يكون جهاز مرتب يشوف 420 هرتز الجهاز هذا مرفوع لحدة 1000 هرتز يعني التجربة ستكون سلسية جدا وبالنسبة للاخر الاصغر الشاشة فول اتش دي 120 هرتز ما فيه التي بي او ان اقل درجة مش كثير الفرق بصراحة اما بالنسبة للمعالجات الجي تي تو هياخد سناب دراجون ثمانية 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 اما البرو هياخد سناب دراجون ثمانية الجنريريشن الاول بالنسبة للكاميرات اثنين راح ياخدوا كاميرا اساسية 50 ميجابيكسل بمعالج من سوني اللي هو الـ IMX 766 هذا نفس المعالج اللي كان موجود على الـ Oppo Find X3 Pro يعني هتوخد صور حلوة هذا اشي بطراحة انا متحمس له يعني زبطوا الكاميرات كثير هيك وفيه Optical Image Stabilization ونسخة البرو هتوخد كاميرا 50 ميجابيكسل اخرى Ultra Wide راح تعطينا درجة زاوية عرض 150 درجة برضو هذا اشي محمس البطارية للجهازين 5000 والشحن سلعته 65 واط والسعر للنسخة العادية 425 دولار حلو والله حلو اما النسخة البرو 613 دولار بيتفوق عن سعر IQOO اللي حكينا عنه قبل شوي صح؟ شو رأيكم بهذه الاجهزة يعطيكم الف عافية لا تنسوا تتابعوني على الانستجرام بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة